أهلاً وسهلاً، شالك و مشاهدة الأخبار قبل شهر و نص تقريباً و شهرين كلمتاً واحدة، السلام عليكم والسلام عندنا حافل نبغاك تطلع معناك كم متحدث وفيه أكثر من متحدث معك والحافل ذا اسمه أطلق مشروعك المهم قلت مهم مشكلة و رحبت الفكرة و اتفقنا بعد فترة و قبل الحافل بشوي صار فيه سوء تفاهم بيننا زعلوني بحاج و شد النقاش معي أنا والبنت بالجوال و يعني سد النقاش بيننا لكن مع وجود الاحترام طبعاً قالت ابنت مالك اللي يرضيك و نحن بنسوي اللي اتفقنا عليه من قبل ابشر قد لها ضبطوا الأمور و سووا اللي حنا ما اتفقين عليه رحت الحافل و قدمت كمتحدث بعد ما خلصت جتنا البنت هذي جتنا البنت و كانت جداً محترمة و محتشمة و خلوق و يعني صعب بوصفة و كانت تبدي عجابة باللي قدمته و قالت أنا مثل أختك و الصراحة أن يتابعك من زمان معجبة باللي تقدمه لكن أنا ما ودي صار بيننا سوء تفاهم و نصيح لا تعصب بسرع و صارت تنصح تنصح باحترام و تقدير و من محبة يعني تعارف الشخص هذا اللي قدامك ينصحك لأنه يخاف عليك أنا مرة استحيت مرة مرة استحيت ذكر يوم ذكرت منه و قلت راجزات الخير و بشري و ما اللي تسلل يرضيت و المعذرة يذا زعلت قلت لا والله إني ما زعلت عليك و إني مسامحتك بس إني ودي مستقبلي أنك تكون حذر مع الناس و انتهى النقاش لله الحمد لله منه و أنا مسامحة و هي مسامحتا العجيب بالموضوع أنه قبل أمس توفت و اسمه نوفي سحباني الله يرحمه يرحمه و يغفر له و يعوضه بشبابه يا رب بل جنة بإذن الله الصراحة الموضوع مرة يعني أزعجا جدا لكن اللهم لا اعترد شاهد من موضوع على قدر ما أني انصدمت من الخبر اللي أني حمدت ربي إني أنا أعتذرت منها ذك اليوم وسامحتا و نصيحة حاول أنك تحذر بتعاملك مع الناس و بمشاعرهم و لا تجرح أحد لأن الدنيا بتنتهي و كل من عليها فان و يبقى وجه ربك دل الجلال والإكرام كل من ينتهي لا تحذر أن يتوفى شخص هو له حق عندك سواء مادي أو معنوي مو بشرط أنه يكون مال أحيانا يكون أنت جرحته أو اغتبته أو زعلته العمومة بيطول عليكم الله يرحم نوف السحباني وجميع موت المسلمين والله يهدينا جميعا والحمد لله على كل حال